يستيقظ وليد شايف وولده خالد مبكراً في هذه الأيام لحصد نتاج سنة من العمل في زراعة فاكهة المانغو وبيعها في الأسواق المحلية وللتجار المواردين لمناطق مختلفة في وادي ضباب بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز أستيقظ الصباح أنا وابن خالد لقيم ثمار المانغو في هذا الموسم حيث نحن متورثين هذه الأشجار أباً عن قيد وهي بالنسبة لنا حياة نقوم بجاناً الثمار وبعد ذلك بتجميعها هنا في السلال لتسويقها إلى خارج المنطقة يعتمد السكان هنا على زراعة المانغو كمصدر رئيسي لقوتهم وترتبط بهم مجدنياً وبتفاصيل معيشتهم بسبب الحصار الحوثي على تعز وتهالك طريق مدينة التربة تعز منذ سنوات تراجع حجم إصدار فاكهة المانغو عما كان عليه الحال قبل حرب الحوثيين إذ كان يصدر إلى أسواق المحافظات بالإضافة إلى خارج البلاد تراجع أدى إلى قلة العائدات المالية من 15 مليون ريال إلى مليوني ريال لبعض المزارعين وادي بن حمد الضباب وادي مليء بأشجار المانغو وفيها عدد أكثر من 2500 شجرات وإن المزارعين معهم في يوم من 50 سلاب بعضهم أكثر بعضهم أقل لكن بسبب الوضع والحصار وقطع الطريق فإنهم لا يستطيعون أن يصدرها إلى حتى المحافظات اليمنية بسبب الحصار ومما أفتر المواطنين أنهم يخسروا بضاءتهم وكلفهم خسارة كبيرة ولم يوجد من يرعيهم ويقوم بخدمتهم والأمل على تنظيم هذه المنجلة التي تذهب بعضها تذهب سداء وتخيص بسبب آدم تصديرها رغم ما تمتلكه أودية ريف تعيز من غزارة مياهها وخصوبة تربتها وأياد عاملة إلا أن دور الجهات المعنية غائب في دعم وتشجيع الجانب الزراعي